لما بنترح قضية الاختيار وهل الإنسان قادر إن هو يعمل الاختيار ولا لأ ده على طول بيثير لدينا السؤال المتعلق بالسن للاختيار يعني لازم يبقى فيه سن معين عشان الإنسان يقدر إن هو يقرر بذاته وعايز إيه يعمل إيه في مستقبله أو في أي حاجة متعلقة بحياته القضية دي مثارة لأن النهاردة في فرنسا في جدل حوالين عندنا مشروع قانون بيقدم إن هنمنع الحجاب لأقل من 18 سنة إن لازم الإنسان الفتاة تصل إلى السن القانوني علشان تقدر هي بقى تختار وليس أهلاء هم اللي يختارون يعني ما هو المبرر الديني أساساً لفكرة الحجاب المبرر الديني لفكرة الحجاب هو موضوع العفة وموضوع الجنس وموضوع حماية الفتاة بهاي الظروف الخاصة فإذا فتاة عمرت 9 سنين إذا بدك تفرض عليها تلبس حجاب فشو بتعرف فيها عن الجنس أساساً لسا ما حتى وصلت لسن البلوغ فأنا برأيي النقاش منطقي إنه يصير حول موضوع العمر وإمتى مناسب بس عندك الإشكالية اللي عم تصير بفرنسا إنه هلا إنه كمان عم يمرروا قانون آخر وهو الاعتراف بإنه السن الخمسة عشر هو السن اللي بإمكانه للشاب أو الصبية إنه قولوا نحنا منوافق على الدخول بعلاقة جنسية فهلا أنت حيصير في عندك قانون إنه الفتاة ممكن تقول نعم للجنس بس هي مضطرة تقول لا للحجاب لأنه لا تعتبر إنه قادرة على قيام بهذا الخيار كمان إحنا بدنا نحاول أن نعمل شوية موازنة بالحقيقة بين الأمور غياب هذا التوازن بالحقيقة سام بخلق يعني هو نابع عن عقلية أصولية أنا الشي اللي سميته أكتر من مرة خاصة خلال معالجتنا للوضع بفرنسا الأصولية العلمانية التشدد العلماني مثل ما منشوف الحقيقة بهذه التصريحات لأحد المسؤولين اليمنيين بفرنسا إن موقفنا يقول أنه عندما نكون في مكان عام ينبغي فرض قيم الجمهورية وينبغي احترامها في هذا المكان العام يجب فرض العلمانية بشكل كامل إن موقفنا واضح وهذه خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أعتقد أن فرض العلمانية لا يمكن أن يكون قابلا للنقاش ونجد ذلك لأن هناك أصولية إسلامية بس بدي أنا الشغلة اللي أسارت بالحقيقة انتباهي بموقف الفرنسي بالحقيقة موقف هذا السياسي الفرنسي إنه عمليا أصولي فعلا يعني ما بيختلف عن موقف أي واحد متشدد ديني يعني لو واحد عم يحكي باسم السلافية وهذا هو الإسلام وأي شيء غيره مرفوض وكفر يعني صار في عندك عقلية دينية العلمانية بالنسبة لكتير ناس بفرنسا وبأوروبا عم تتحول للدين بالحقيقة أين حرية الاعتقاد وحرية التعبير إذا أنت ممنوع أنك تعبر عن إيمانك الديني بالشارع من خلال أنك لابس صليب أو لابس حجاب شغلة كتير غريبة فعلا هذا الموقف